اشتركوا في القناة وانعم علينا بالإيمان وعدنا النجاة من كل الشرور والهموم أصله عز وجل زي ما خلق الظلمة خلق كمان النور والمطر والغيوم وقت الشدة ملناش ملجأ سواه لا إله إلا هو الحي القيوم اسم الله الحي القيوم هنعرف أسراره ومفاتيح الدعاء به والتقرب لربنا سبحانه وتعالى به مع فضلت الشيخ الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة وان شاء الله في انتظار تليفونات حضرتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرك يا أستاذة وأهلا بسادة المشاهدين من وإحنا صغيرين يقولوننا أن كل اسم من أسماء الله الحسنة لها أسرار معينة قبل ما نقول اسم الله الحي القيوم خلينا نوضح يعني إيه الحسنة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله معرفة الأسماء الحسنة هي أصل كل خير في الدنيا والآخرة لأنها تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى ونعم بالله والعبد لما يعرف ربنا سبحانه وتعالى يكون عنده يقين وثقة في الله عز وجل لأنك تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بما تعرف الله به إلى خلقه خلي بالك أستاذ الأمير فضل إحنا ممكن العقول تستوعب وتدرك أن للكون إله أن الكون ده لابد يكون لإله خالق والإله ده يكون مدبر لهذا الكون لكن مواصفات الإله دي لا تأتي بالعقل إنما تأتي بالنقل بما أخبر الله عز وجل به أنبياءه عن طريق الوحي ثم أخبر الأنبياء الخلق بما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه بالمعلومات يعني طبعا بالدليل بالآيات البينات ومما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أسمائه الحسن وحضريك سألت سؤال ليه الحسن الحسن دي متخدم من الحسن تأميس للحسن الشئ الحلو الجميل أيوة ليه الجميل ليه الحلو لأنها تدل على أحسن مدلول تتعرف بها على أحسن ما يستدل به عليه وأحسن ما يتعرف به عليه وهو الله سبحانه وتعالى علشان كده كانت كلها أسماء حسن لحسنها في أنها تدل على الله سبحانه وتعالى ونعم بالله وربنا قال في كتابه ولله الأسماء الحسن فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون طب الدعاء به لو نتوسل لربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسن ولا بيكون إزاي من أثار المعرفة من أثار معرفة الله سبحانه وتعالى إنك تتقرب لله عز وجل بالدعاء بأسمائه الحسن والآية نفهم منها ولله الأسماء الحسن فدعوه بها إن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل بالدعاء بهذه الأسماء دي صورة من صورة تقرب بالأسماء الحسن يعني إنك تعرف معناها دطاعة وعبادة إنك تحفظها دطاعة وعبادة إنك تدعو بها دطاعة وعبادة علشان كده زي ما حضرتك قلت في البداية احنا من صورنا عرفنا ان الاسماء دي لها لوازم لها متعلقات لها اثار بالخلق والامر ده من جمال الاسماء الحسنة فأيوة اتقرب لله سبحانه وتعالى بالدعاء بهذه الاسماء وانا فهم معناها ده يخلي جوايا ادراك لقدر وعظمة الله سبحانه وتعالى لان اغلب الناس اللي بتضل او اللي يعني يبتغي عند غير الله سبحانه وتعالى الرزق يبتغي عند غير الله سبحانه وتعالى السند هو مفهمش يعني الاسماء الحسنة هو لو عرف قدر ربنا سبحانه وتعالى هيكون توكله على الله يعني لو انا طلب الرزق ادعي ربنا باسم الرزاق ادعي باسم الرزاق لو طالب الرحمة ادعي باسم الرحمن شفي مثلا ذكاء السيدة مريم لما ظهر لها شخص في خلوتها وكان ده سيدنا جبريل تمثل لها في صورة بشر قالت اني اعوذ بالرحماني منك ان كنت تقي يعني هي تستجلب في قلبه الرحمة فذكرت اسم الله عز وجل الرحمن هذا من الفهم من الفطنة من الزكاء زي ما حضرتك قلت انا بطل من ربنا الرزق ادعوه باسمه الرزاق لكن انتو النهاردة اخترتونا الحي القيوم من جمال اختياركم ان كل الاسماء والصفات ترجعوا الى هذين الاسمين كل الاسماء والصفات بترجع للاسمين دول زي ما العلماء الحي القيوم الحي القيوم وهما سبحان الله يعني بعض اهل العلم قال ان اسم الله الاعظم في هذين الاسمين ليه بقى لان الحي صفة او اسمه متعلق بصفات الذات الذات الالهية حياته تستلزم انه سميع انه بصير انه عليم والقيوم متعلقة بصفات الافعال اللي هي الرزاق المدبر المصرف فهي الاتنين يجمعوا كل اسماء الله رحسنا نعم وكمان يجمعوا كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ونعم بالله علشان كده فيه اهتمام كبير بهذين الاسمين الحي القيوم وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر اسم الحي في القرآن الكريم في خمس مواضع واسم القيوم في ثلاث مواضع طب نروح فاصل ونقولهم طبعا فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدين معنا مرة تانية معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم ناخد أم زينب أهلا أهلا وسهلا نتفضلي أهلا بك يا أستاذ كنت عايزة أسأل الشيخ بس أسألنا تفضلي أنا بحوش يعني فلوس من مصروف البيت أنا مع ابنتين وبحوش يعني من غير ما هو يعرف بحوش من الفلوس دي يعني بحوش هقولت أخلىها ليهم يعني الجوازهم والكلام ده هو بس ما يعرفش يعني ده حرام ولا طب هو ما يعرفش عشان هو هيمانع في ده ولا ولا ما انتي ما بتقولولوش لي لا هو مش هيمانع بس أنا قلت يعني عشان مثلا مدى ما يقولي هاتها مصروفة في أي حاجة قلت عايزة خلال بيتاني يعني أنا معي ابنتين وفيها مشكلة لو قلتيلو لا ممكن مثلا يقولي هات نعمل بهم أي حاجة كده بس أنا عايزة للزامة اللي بنات يعني عشان زي ما عسل بيت بتجهز بحاجات كتير يعني تمام بس بأدبرهم يعني من فلوس البيت والله وكده وبأشيلهم على جنبها يعني زي ما يكون طيب يعني حوك نجيبهم حاجة دهب والحاجة سأشيلهم عشان لما تجتج الجواز الوحدة أجيب لها يعني جهازها وكده بتتصرف بيوم في طريق تاني لحد من قريبها بتساعدوا لحد من أهلها ايه بتشيلهم الولاد أنت بتحوشيهم للبنات مش كده لكن ما ما عملتيش بيهم أي حاجة تانية لا لذنك دي بس لأ مش بصر رسوم خالص اللي أنا أنا بحوشهم يعني من البيت طيب حاضر عندك أي سؤال تاني؟ أيه كنت عايزة أعرف يعني اللي هي الحفافة حرامة والحلال برضو اللي هي النمصة والنمصات دي بيقولوا عليها حرامة اللي هي الحفافة يعني الحواجب أنا مش سمع لو أنتم سمعين فصروا لي الكلام أنا ألو التنمص أيها أنت بتسألي عليه حلال ولا حرام أيها حلال ولا حرام دا لو تعمل لجوزها يعني تدين لجوزها حاضر 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 وكنت عايزة أعرف برضو ألو معاكي كنت عايزة أعرف يعني أنا وختي رضع معيها بالتانة مع بعض ينفع ولدها هو ولدها الكبير ياخدها يعني لو وعايزها دا محتاجة بقى سئلة من حضرتك تسألها لعشان نعرف نجاوب عليه حضرتك أصدك أن عندك بنت وأختك عندها بنت وحضرتك رضعتيها وأختك رضعت بنتك أيها بس هي ولدها الكبير أنا ما رضعتوش يعني ينفع مثلا يحل البنت دي اللي هي اللي أنا رضعتها ينفع ابنها يتجاوز بنتك ينفع يعني لكن بنتك رضعت منها أيها لا يجوز طالما الاتنين اجتمعوا على سادي واحد لا يجوز طالما يعني رضعت وهو الاتنين اجتمعوا من الأم دي اللي هي أخت حضرتك الاتنين رضعوا منها يبقى كده لا يجوز أه تمام ماشي طيب طبعي يناقون زين بتحوش من غير ما زوجها يعرف من مصروف البيت عشان خاطر جهاز البنات فيها حرمانية هو الأصل أن العلاقة بين الزوجين تكون مبنية على الصراحة وعلى الشفافية لكن لو هي بتعمل كده بدافع أن أنا أعاونه وساعده لما يجي متطلبات الجهاز بتاع البنات وبما لا يؤثر على البيت واحتياجات البيت ونية صادقة وعشان كده احنا سألناها وحضرتك استفسارت منها أني مش بعمل بها أي حاجة تانية فده طالما بالمعروف وما فيش فيه شيء يعني خارج عن حدود نطاق التعاملات الطبيعية اللي ممكن الناس تعملها وبنية أنها تساعد جوزها ده شيء ليس عليها فيه إثم ولا ذنب لكن الأفضل زي ما حضرتك لما احتلها كده الأفضل أنك تقوليله وتقوليله وحنا بنعمل ده علشان كذا وعلشان قاطر الحياة ومتطلبات الحياة وولدنا يتسطروا وإن يكونوا قدام أجوازهم في صورة كويسة ممكن يقتنعوا يبقى الدنيا ماشية بينكم بشفافية كاملة وتامة لكن في الأصل هي بتعمل ده بالضوابط اللي احنا قلناها معلها الزنب ولا إثم تمام تهزيب الحواجب والوجه بهدف الزينة للزوج الزينة للزوج مطلوبة وبالصورة اللائقة اللي ليس فيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى لأن التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى يعرض الإنسان لشيء من العقوبة ومن مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة السلام يعني ما تغيريش في شكل في شكل القلق بهدف التهزيب وتنظيف الجزء بتاع الحواجب ما فيهوش فيه أي مشكلة إلا لو تم تغيير شكل وخلقة ربنا سبحانه وتعالى طيب الحي القيوم وليها معضع كتير في الكرآن الكريم كنا بنقولها قبل الفاصل الحي القيوم ورد ذكر الله سبحانه وتعالى باسمه الحي في القرآن في خمس مواضع باسمه القيوم في ثلاث مواضع لكن الرابط ما بينهم أن اسم القيوم لم يذكر منفردا يعني في الثلاث مرتبطين دايما نقول الحي القيوم هل قلناش دي لوحدها ولا دي لوحدها لا الحي تقل لوحدها ووردت في القرآن الكريم لوحدها لكن في دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء تفريج الهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين في ثلاث آيات من القرآن الكريم في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم دي ثلاث أماكن أو ثلاث مواضع في القرآن الكريم جهل الارتباط بين اسم الحي وبين اسم القيوم والحقيقة فيه ملمح جميل قاله بعض أهل العلم لأن فيه أثر لسن النبي صلى الله عليه وسلم إن اسم الله الأعظم ورد فيه ثلاث صور من القرآن الكريم في صورة البقرة في صورة آل عمران في صورة طه فلما تتبعها أهل الفهم وأهل المعرفة قال لك إحنا وجدنا الإسمين اللي تكرروا في الثلاث صور هو الحي القيوم في آية الكرسي في أول آلة عمران في قوله تعالى في صورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم فالارتباط بينهم ارتباط تكرر في كتاب الله عز وجل وتكرر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفيما صح على النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث المعنى بقى يعني إيه القيوم القيوم لها معاني كثير منها أنه سبحانه وتعالى قائم بذاته يعني إيه يعني ببساطة غني عن الخلق جميعا مش محتاج لحد سبحانه وتعالى وهو الغني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إحنا بننظر لهذا الإسم بمنظور أن إحنا محتاجين لله سبحانه وتعالى محتاجين أنه هو يقوم لنا حياتنا محتاجين أنه هو يحفظنا ويرعانا لأنه من معاني إسم القيوم المتكفل إحنا مش بنقول كده فلان قام بالأمر قام بالأمر على أكمل وجه يعني تكفل أنه هو عمل هذا الأمر من معاني إسم الله القيوم أنه هو يحصي على عباده الأعمال والأفعال والأقوال يعني من ناحية هي رعاية من الله سبحانه وتعالى إنه يكفلهم ويرزقهم ويمدهم ويثبتهم ويحفظهم هذا من معاني إسم الله القيوم ومن معاني أيضا هو القائم على كل نفس بما فعلت زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو القائم على كل نفس بما كسبت بما كسبت يعني بما عملت من أفعال يوم يبعثهم الله جميعا يعلم ما في الصدور نعم فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وربنا يقول ووجدوا ما عملوا حاضرة ده من معنى القيومية إن ربنا سبحانه وتعالى قائم عليهم بالعلم بالاطلاع بعلمه الواسع بعلمه الذي لا يسبقه جهل ولا يأتي عليه نسيان وده يخل العبد في رقابة كاملة لله سبحانه وتعالى يعرف ومن عرف ذاق يعني يتذوق حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى والقلب إذا تعلق بهذه الأسماء الحسنة رق وإذا راق تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء دعاء وتعبد وخوف ورهبة ورجاء وتوكلا على الله سبحانه وتعالى إذا رق راق وإذا راق فاق وإذا فاق اشتاق استشعار المعينة والكلمات والدعاء بأسماء الله الحسنة ده المقصود من أن يكون مشتاق لله سبحانه وتعالى وده المقصود من الأسماء الحسنة والعلم بيها أن يكون عند شوق لمعرفة هذا الإله الجليد العظيم الذي تفضل على الخلق كلهم بالقيومية والذي أمد الخلق كلهم بالحياة ما هو من معاني اسم الحي مش أن حياته الله سبحانه وتعالى بس حياته التي تختلف عن حياة المخلوقين لأن حياة الله سبحانه وتعالى تختلف عن حياة الخلق هي في جانب الله عز وجل بما يليقه بجلاله وفي جانب المخلوق بما يليقه بحاله لأ كمان من معاني اسم الحي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يمد الخلق بالحياة وإحنا بندور على أي شيء نتقرب بيه من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يتقبل من الكل نورتين يا فضل الشيخ بشكر حضرتك وشبك على خير هنروح مع بعض مشاهدين الفاصل ونكمل مع حضرتكم إن شاء الله بعد الفاصل رحمة ربنا سبحانه وتعالى اشتقها من اسمه الرحمن الرحمة اللي كلنا بنترجاها من ربنا عشان يغفر لنا وربنا الرحيم قال لنا من شروط رحمته إننا نكون رحماء على بعض ونساعد بعض ونجبر بخاطر بعض خلونا نتكلم عن أعمال الخير مع فضلت الشيخ الدكتور يوسري عزام من علماء وزارة الأوقاف فقرتنا وفقرة جماعة البر والتقوى المصرية فضلت الشيخ سلام عليكم عليكم السلام أهلا بحضرتك وحضرتك بخير وبصحة وسلام وإحنا في أيام جميلة وبنقول إحنا بنختنم الفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديهلنا في حياتنا عشان خاطر نحس بغيرنا ونساعدهم ونكونوا وقفين ظهر وسند لبعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعي الله جل وعلا يقول عن أصحاب سيدنا رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم الرحمة دا خلق من أخلاق الإسلام عظيم يجعله الله جل وعلا في قلب من شاء من عباده الله الرحمن الرحيم وسيدنا رسول الله قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالم وسيدنا رسول الله يقول في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال من لا يرحم لا يرحم لابد أن تراحم فيما بيننا تراحم فيما بينكم لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي احنا في أيام مباركة شعبان وأيام قليلة ويدخل علينا شهر رمضان استعد في هذه الأيام المباركة بأن احنا نكون يعني يدا بيد مع بعض المؤمن للمؤمن كالبنياني يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين أصابعه نبقى إيد وحده نبقى متعاطفين متعاونين متآزرين فيما بيننا لأن ده من هدي الإسلام ومن هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم لما ربني يقول لي في القرآن ورحمتي واسعت كل شيء ويقول عن سيدنا النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقول الراحمون يرحمهم الرحمن اللي عايز ربنا يرحمه يرحم الخلائق من يرحم الخلائق يرحمه رب الخلائق سبحانه وتعالى شوف مين اللي محتاج سعده شوف مين اللي ضعيف أقف معاه شوف الأرملة شوف اليتيم شوف الفقير شوف المسكين مد يد العون لكل الخلق ستنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءها سيدنا رسول الله يرجف فؤاده نبي نازل عليه الوحي فأول مرة يشوف جبريل فشافوا في صورته الحقيقية فارتعش النبي وجاء للسيدة خديجة يقول زملوني زملوني غطوني فقالت والله لا يخزيك الله أبدا مش أنت اللي يجيلك الخزي أبدا آه ليه بقى قالت له أنك لتصر الرحم وتحمل الكلة وتقر الضيفة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق من كانت فيه هذه الصفات لا يخزيه الله أبدا فتطمن أبدا لأن أنت بتقف مع الخلق فالخالق معك أنت تعطي على قدرك والله يعطيك على قدرك سبحانه وتعالى خلنوا نروح نشوف تقرير خاص بجامعية البر والطاقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية لما عرفنا أهمية المياه وإنها مشكلة المشاكل عرفنا أن سيدنا النبي لما سئل عن أفضل الصداقات اتفاجئنا كلنا أن أفضل الصداقات هي سقي الماء اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدمها حتى على المساجد وقدمها حتى على المزارع بدأنا نوصل لأماكن فعلا محتاجة تنقية الماء زي ما احنا هنا دلوقت بالتحديد في قرية قرية مش مركز قرية اسمها العاشر من رمضان تبع مركز فايد من أفضل الصداقات على الإطلاق أنك تسقي الإنسان مية كويسة عشان تحافظ على صحته لأن الإنسان لو شرب مية مش كويسة هيتعرض لمشاكل صحية كبيرة جدا هتهلكه وهتكلفه كتير جدا إنما احنا بندور على الصدقة اللي بتفيد الإنسان صحيا واجتماعيا وتوفر عليه حاجات كتير جدا مع البر والطقوة هنعمل محطة واثنين وعشرة المحطة اللي انتوا شايفينها دي المحطة رقم تمانية وستين في جمعية البر والطقوة أملنا سنة أربعة وعشرين أن احنا نتخطى المية وخمسين محطة إن شاء الله عندنا أماكن محتاجة لعندنا أماكن كتير محتاجة محطات لتنقية المياه المحطة دي لها قصة عشان تبقوا عارفين هي بتتعمل إزاي ده اللي احنا هنشوفه إن هي بتعتمد في الأساس على بير عميق شوية بير مية تحت الأرض المية دي جاية من تحت الأرض لكن بيركب أجهزة متعددة وهي بتنقل مية مرحلة مرحلة لغاية ما بتوصل عند الحنفية هنا للمواطن اللي هو أسيادنا الناس الطيبين اللي يستهلوا مننا كل خير تعالوا بينا نشوف المراحل كلها كده مع بعض ونشوف لو أنت لسه ما شاركتش معانا في محطة يريد تلحق بسرعة وتشارك معانا في محطة لأن السواب أعظم مما تتخيل الرجل لما سأكل ربنا شكره وغفر له وسأمر واحدة بس فما بالك أنت هتسقي ناس ربنا قرمها اللي هو ابن آدم ربنا قرمه وهتسقيه مرة واثنين وعشرة ومليون فشوف ربنا هيغفر لك إزاي وهيبارك لك إزاي يلا بينا نكمل مسيرتنا في محطات تنقية المياه لفت نظري الأبناء اللي عاملين الأسهم بأسماء أمهاتهم وأبهاتهم وكتبين من ابنتكم حاجة جميلة جدا أنه نحن نبقى فاكرين ما هو ده البر لبعض الوفاة والبر كمان وهم عايشين نقدر برضو أننا نعمل لهم مشاركة في بير أو في محطة تحلية أو في وصلة مياه أو أيا كان طبعا الصدقات الجارية يصل ثوابها للإنسان بعد موته وإن كان الإنسان عملها في حياته فتعود بالنفع عليه لما جاء رجل لسيدنا رسول الله وقال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما لو واحد أبوه أو أمه ماتت هل في حاجة من البر بعد الوفاة يفعلها الإنسان قال له نعم الاستغفار لهما والصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أهي صلة الرحم صدقة زي الصدقة اللي احنا شفناها دي صلة رحم للوالدين بعد موتهما طبعا أصلا إحنا في ميزان حسنات والدينا واحد يعمل عمل صالح في ميزان حسنات أبوي أحسان تربيتهم طبعا ويؤجر الوالدين على هذه الصدقة حتى العمل الصالح اللي يعمل الإنسان يؤجر عليه من الله جل وعلا ويؤجر والديه حتى بعد موتهما ليه؟ لأن احنا في ميزان حسنات والدينا طيب المحطة اللي احنا شفناها أو وصلة المياه ده في ميزان الحسنات ومن أفضل الصدقات إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر الخطايا للبغايا بسقيا ماء يعني بشوية مية المرأة اللي كانت بتشرب ورأت كلب يلهث من شدة العطش فملأت موقاها الخف بتاعها النعل بتاعها ملأتهما وسقت الكل فشكر الله صنيعها فغفر لها وأدخلاها الجن شوف أبسط الأمور البسيطة جدا لنقدر نتقرب من ربنا سبحانه وتعالى مش طالب مننا كتير طبعا يعني من صدق مع الله صدق الله معه إذا كانت الرحمة بالكلاب غفرت الخطايا للبغايا فما بالنا بمن وحد ربنا برايا سبحانه وتعالى ونعم بالله طيب نروح نشوف تقرير تاني خاص بجماعية البر والتقو ونرجع لخضراتكم مرة تانية يقول الحق تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن منطلق هذه الآيات يجب أن نعلم أننا كلنا أتباع النبي وكلنا مشتاقون لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي من يصلي عليه يكون قريبا منه في الدنيا والآخرة من يقم بعمل من أعمال كان يقوم بها النبي سيرى النبي في الدنيا وفي الآخرة نحن هنا في أحد مخازن البر التقو بنقول لكم ما شاء الله كان صحابة النبي إذا سمعوا الآيات فعلوا بها فكان الصحابة ينتظرون شهر رمضان قبل قدوم رمضان بستة أشهر نعم إنهم ينتظرون إنهم يهيئون أنفسهم يهيئون الصدقات يهيئون الزكوات ونحن من هذا الأمر ومن هذا المكان أحد مخازن جمعية البر التقوى جئناكم علشان نقول لكم يلا هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أين أنتم يا من تطعمون المسكين واليتيم والأسير أين أنتم يا أحباب المصطفى يا من ترجون لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلين على شهر رمضان فهيا تملأ تلك المخازن مخازن الخير بالخير الذي ترسلون حتى نرسلها إلى هؤلاء الذين يحتاجون طوال العام وبالأخص ويزداد الخير في شهر رمضان هنا تجمع كراتين التي ترسل بإذن الله تبارك وتعالى في سورة القوافل لأحببنا في كل زمان في كل مكان هناك في مصرنا الحبيبة في شهر رمضان وطوال العام كل عام أنتم بخير كل لحظة تمر عليكم وأنتم فيها بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعرف ناس بيعملوا كراتين رمضان كل سنة يقولوا لي يا فضل الشيخ وإحنا قاعدين بنحط الحاجة في الكراتين بنحس بسعادة غير عادية وبيبقى يوم فرح بالنسبة لنا يلموا العيلة كلها والأطفال كمان الصغيرين عشان يعودوهم العطاء نعم وأنا بشوفهم دلوقتي هما بيحطوا الكراتين قلت أكيد إحساس مختلف ومتعة غير عادية وأن كل حد بيشيل حاجة بأي دي حطا جواه الكرتون ليه أجر وسواب ما بالك بقى بالمشارك أساسا سبحان الله يعني لسه احنا بنتكلم عن التراحم ورحماء بينهم أهي دي الرحمة هو دا اللي احنا محتاجينه إن الغني يشعر بالفقير إن اللي معاه يشعر باللي مش معاه لإن احنا سبحان الله العظيم يعني الناس بتعاني من الغلاء ومن الأسعار فالوقت اللي احنا فيه دا محتاجين تكافل وتضامن وتراحم فيما بيننا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحماء لازم نتعاطف نتكاتف نتضامن نبقى إيد وحده ونضع نصب أعيوننا إن يا سعد اللي بيسعد الناس صحية يا فرح اللي بيفرح الناس اللي يدخل الفرحة والسرور على قلوب الآخرين اللي بيجبر بخاطر الخلق يجبر الخالق بخاطره أجبر تجبر واستر تستر ليفرح الناس ده هنيئا له ربنا ليفرحه صحيح قيل لأحد الحكماء من أسعد الناس فقال أسعد الناس من أسعد الناس صحيح هو ده السعيد بجد اللي بيسعد غيره اللي بيدخل الفرحة والسرور على الآخرين كرتون اللي احنا شايفينها دي لو دخل بها الإنسان على واحد محتاج على واحدة محتاجة صحيح بقى أجروا سوابه أبيعي وقبل الخاطر وإسعاد وإدخال الصرور على قلب مسلم وحاجات كتير قوي شوف يا كفينا حديث سيدنا النبي من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كربات يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما في الدنيا سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فربنا يجبر بخاطر اللي بيشارك وبيعمل هذه الأمور وفي ميزان حسناته إن شاء الله جماعة البر والطقوة مع ودائنا كل سنة على مطبخ الخير ووجبات ساخنة بتروح للأسر المحتاجة يوميا عشان خاطر الفطار كل سنة فطار السنة دي فطار وصحور كمان من جمعية البر والطقوة يعني جزاهم الله خيرا وجزا الله خيرا كل من شارك في هذه الفعالية التي تعملها الجمعية من وجبات الإفطار أو الصحور أو الكاراتين اللي بتقدمها للناس وكل ده في ميزان الحسنات صحيح يعني نسأل الله أن يجزيل العطاء والمثوبة لكل من ساهم والآية الكريمة واضحة إحنا شفنا التقارير ورأينا كيف يجهزون لرمضان والآية واضحة ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم استخدمنا يا رب آمين آمين يا رب نعورتين يا فضلت الشيخ ربنا يبارك في حضرتك شكرا جزيلا رب أشكرك بشكر حضراتكم مشاهدينا ولو عشتو كلي عمرش وحضراتكم يمجمع على خير إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة